السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موضوع اليوم بيتكلم عن مرض حب الامتلاك وحب السيطرة وكمان الغيرة الجنونية اللي بتكون عند الانسان اتجاه الطرف الاخر سواء كان الشريك او الصديق او الحبيب او حتى الاخ الابن فده مرض قاتل بيدمر الانسان وبيدمر كمان اللي حواليه فمعروف اني مرض حب التملك بيبقى موجود عند ناس كتير وما يعرفوش ان هم عندهم المرض ده فطبعا بيفضلوا سيئين فيها وبيفضلوا يعني عارفين اللي حواليهم لحد ما يخسروهم تماما والندم مش حيفيد لاني هيكون فات القوان فيه بيكونوا عارفين وسيئين فيها وفيه بيبقوا مش عارفين ان هم عندهم المرض ده فبيقول الدكاترة النفسيون اني المرض ده بتاع حب التملك يعني هو الاول غريزة موجودة في الانسان ربنا خلقوا بيها ان هو لما بيحب حد بيبقى عايز يمتلكه وبيحبه الطريقة الجنونية في بيبقى عايز يعني يسجنه جوه سجن او جوه قلبه وبقفص كده ويبقى المفتاح معاه ما حدش يقرب له ولا حد يفتح القفص ده غيره وطبعا ده شيء قاتل لاني اي حاجة بزيد عن حدها اكيد بتقلب لددها وربنا كمان بيغير على قلب العبد لما يلاقيه بيحب انسان قوي بطريقة جنونية بيغير على قلبه فيه بيعمله اسطب بيعمله ازمات ومواقف وحاجات وكمان صدمات تخليه يعمل اسطب عن الحب ده لاني ماينفعش نحب حد قوي احنا بنتضر وهو كمان الطرف التاني بيتضر جامد في اغلب اللي بيكونوا مرضى بمرض حب التملك بيكون عندهم امراض عقلية زي ايه زي انفصام الشخصية يعني شيزوفرينيا او مرض صنائي القدب او الاترابات الوهمية او حتى الوسواس القهري او اتراب الشخصية وفيه كمان متلازمة دماغية عضوية فالبني ادم اللي عنده حب التملك بيكون فعلا مش طبيعي وبيقذي الاخرين بشكل مباشر او غير مباشر طيب ايه هي العلامات اللي بتضل على حب التملك زي عدم الاحترام يعني الانسان ده هو مش بيحترم الطرف الآخر بيحب ينتقده يتكلم معي بوقاحة بطريقة مش حلوة بصخرية بيقلل من امكانياته وقدراته علشان يقوله بطريقة غير مباشرة انت ما تقدرش تستغنى عني لازم انا اكملك لازم تاخد رأي في كل حاجة يعني هو بيحب ينتقد الآخرين لكن محدش ينتقده كمان الغيرة الجنونية اللي مش طبيعية اللي بتصاحبها مشاكل واخناقات وممكن ضرب يعني بيبقى فيه ايزاء جسدي ويزاء نفسي بيبقى عصبي جدا بينزعج من اقل ومن ادفه الاشياء لو مثلا الرجل مع زوجته عنده مرض حب التملك والغيرة الجنونية بيغير عليها من زميلها في الشغلة وتكلمت مع زميل من عيلتها من صحابها حتى لو بتكلم مع واحدة صاحبتها وبتحبها قوي وبتتكلم عنها كتير قدامه بيحس بالغيرة وبيبقى على اخره وعايزها يعني عايز مراته تقطع علاقتها بالصديقة دي ما تكلمش زميلها ده رغم انها بتكلمه في حدود العمل وبأدب لكن هو ما بيحبش كده لانه مش طبيعي بيغير عليها كمين من عيلتها ممكن من اختها من امها ويبقى عايزها تقطع علاقتها بكل الناس ويحاول يقنحها ان هو على حق لكن طبعا هو غلطان مية في المية برضو من ضمن العلامات دي التهديد ان هو بيحب يهدد الشريك طول الوقت لو هو ما سمعش الكلام يعني حينهي العلاقة او حيرميه في الشارع يعني حيئذيه في شغله او مثلا هو بيهدد بالانتحار يعني لو ما سمعتش الكلام انا حنتحر وحيبقى زم بفرقابتك بتبقى صلوكيات مش طبيعية منه يبقى عايز يجبر الطرف الاخر سواء كان الشريك او الصديق او حتى الابن او اي حد عايز يجبره ان هو يسمع كلامه ويبقى معاه طول الوقت ويقول نعم وحاضر وبس برضو من ضمن العلامات التحكم يعني ان هو بيفرد السيطرة بيفرد سيطرته على الاخرين على الشخص اللي هو حبيب يمتلكه بيحبه قوي عايز يتحكم فيه في كل حاجة في شغله في اكله في شربه في لبسه في مثلا امراته قصة شعرها سبغت شعرها لابست حاجة اتكلمت بطريقة معينة مشيتها طريقة اكلها كل حاجة يتحكم فيها برضو بيكون انسان مزاجي جدا يعني مودي قوي ممكن يتعصب من ادفه الاشياء بيتحول فجأة كده نبقى عاديين في امان اللي هو فجأة تلاقيه يتحول اي حاجة تفهى يعني بتخليه يتعصب ويتنرفز جامد جدا لو مثلا مراته اتأخرت عشر دقايق عن المعادة اللي هي على طول بتيجي فيه بتصيروا بقى الشكوك وبيتحول وبيتعصب اول ما تيجي يستقبلها بالشتيمة وممكن الضرب ويزعق لها جامد جدا ويلمي الناس عليه تبقى حاجة مش طبيعية كمان فرط الحساسية يعني ما بيتقبلش النقد خالص يحب هو ينتقد لكن محدش ينتقده هو مش واثق في نفسه ولا واثق في اي حد ممكن ان الطرف الاخر يستفزه بمنتهى السهولة ويعكر مزاجه على ادفع حاجة ويكون مش قصده لكن هو يعني خلقه دايق فدي حاجة مش طبيعية كمان اي موقف يتعرض له بيبقى عايز يتهرب من الموقف ده ويخلي الاخرين هما يعني ايه اللي تصرفوا يعني بيصيبها لهم مخدرة هما اللي يتصرفوا بيبقى مش قادر ان هو يحل المشكلة اللي تحطوا فيها او في موقف يعني عايز رجولة منه او منها بيبقى فيه انانية اللي هو انتوا اللي تصرفوا انا ماليش دعوة في ايه هو عليك حب التملك العلاج هو ان الشخص ده اللي لازم اول حاجة يعرف ان هو مريض وما يستهنش بالمرض ده ويروح لطبيب نفسي او اخصائي نفسي وده مش عيب واغلب الناس بتروح لاخصائي النفسيين علشان يعالجوا مشاكلهم وعشان يتطوروا بيقوا ناس كويسين وصالحين فلازم ياخد معاه الشريك ده ويروحوا هما الاتنين ادوم في ايد بعض لاخصائي النفسي ويتعالجوا ويسمعوا كلامه اني مثلا البني ادوم لما يحس ان هو هتبدأ الحالة تجيله او هي هتبدأ الحالة تجيلها تدخل قدتها تقفل عليها الباب وتستعيز باللي من الشيطان الرجيم تستغفر ربنا تصلي ركعتين تقرأ في كتاب او الكلام ده مواجه للرجل لو حس ان هو هيبدأ يتجن على الشريكة ان هو يسيب البيت وينزل يتمشى يغير جو يكلم حد من صحابه او يفتفض لحد مقرب لي يعني لازم يعالجوا نفسهم بنفسهم لان الموضوع مستعب ابدا ولازم يعرفوا ان ربنا خلقنا علشان نبقى احرار مش ملك بعض لازم يعرف ان كل انسان ليه كيانه وشخصيته المستقلة ليه مساحة من الحرية اي حاجة بتزيد عن حدها بتقلب لددها اه من الجميل ان احنا نحب الاخرين لكن الحب يكون معقول فلما الواحد بيخنق حرية الاخر فكده يعني بيجيب اجله كده هو بيبقى خسره تماما لازم نبقى مؤمنين بربنا ايماننا قوي نستعيز باللي من الشيطان الرجيم نبقى مؤمنين ان اللي هيختاره لنا ربنا هو ده الخير يعني نستوضع ربنا في من نحب وكما نترك لهم حرية الاختيار في كل حاجة يعني حتى علامة النفس كلهم اتفقوا اني لما نلاقي الشريك او الزوج او الزوجة او الصديق عنده مرض حب التملك لازم لو احنا معرفناش نعالجه ونديله فرصة مرة واثنين وثلاثة لازم بقى ايه نبعد عنه تماما لان ده شخص اناني مريض نفسيا وعقليا وما بيعرفش يحب صح يعني هو بيدور على ساعته هو بيدور على رحته هو وبس وايه اللي هو عايزه ومش هو من الطرف التاني عايز ايه لازم كمان ان البني ادم المريض بمرض حب التملك والسيطرة لازم يتجنب الشك لازم يبقى عنده ثقة في نفسه في الطرف الآخر يعود نفسه على كده لان الشك ده مرض قاتل بيقتل صاحبه اول واحد يبقى عنده رضا وقناعة يبقى واسك من الطرف الآخر يسيبه برحته يختار لنفسه اللي هو عايزه مجرد بس يعني يديف رأيه مش اكتر ويقول كمان رأيه بادب الهواجس والوساوس اللي بتيجي من الشيطان لازم يطردها تماما من دماغه لازم يستمتع بحياته مع الطرف الآخر ومع الشريك يعني بلاش يبقى نيكة دي ما يعودش بقى يعمل من الحبة قبة وادفه الحاجات يعمل عليها خناقات لازم يكون مخه كبير وناضج يعمل تأمل يخرج مع صحابه يطلع رحلة اي حاجة تغير موده علشان تبقى نوسيته هادية يسمع كرآن لان ده بيهدي النفس كل الحاجات دي فحب التملك فعلا ما بيدرش الا الشخص ده لان ده كمان ابتلاق كبير جدا بيدره قبل ما بيدر الطرف التاني لان الطرف التاني على اقل بيعرف يهرب يعني خلاص هو حيتخلص من الشخص المريض ده لكن انت بقى هتتعالج زي في دي حاجة في ايدك انت فان شاء الله اي حد عنده المرض ده هيقدر ان هو يتخلص منه بالطرق السهلة قوي والبسيطة دي لان فعلا اغلبنا عندنا المرض ده ومش عايزين نعترف بكده فان الواحد يقعد مع نفسه ويحاسب نفسه بطريقة مفهاش جلد للذات والطريقة معقولة هو كده دي بداية العلاج فاتمنى حلقة اليوم تكون نالت اعجابكم وتكونوا استفدتم منها واتمنى انكم تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب وتفعالوا زر الجرس ليصلكم كل جديد من محتوياتنا المختلفة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته